تواصل سفينة الموت الكويتية الإبحارة صوب العراق حاملة 19 ألف رأس من الماشية في ظروف غاية في السوء بعد أن تسببت بكارثة بيئية في مدينة كيبتاون عاصمة جنوب إفريقيا هذا وكان رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا الشيخ أحمد صديق أكد في وقت سابق أن مثل هذه المواشي المنقولة عبر البحر إلى بلدان الشرق الأوسط المسلمة لا تنطبق عليها صفة الطيبات مستغربا من سماح حكومة بلاده بشحن عشرات الألاف منها إلى الخارج